مسأسر جمان الحلقة السبعتاشر بتبدأ الحلقة بجمان وهشام وهما قاعدين في المطعم وطبعا بيقول لها انها حلوة قوي وعايزها تتحجب علشان محدش يبصي لها بتغضب جدا منه وبتقول له انا قلت برضو ان تجابني هنا عشان قاطر حاجة وانا فكرت انك انت بدأت تتغير وبدأت تبقى كويس وبتسيبه وبتمشي فيها غطبانة جدا عشان غيرته الزايدة عليها دي عبير بتبخر القوضة بتاعت هشام وطبعا بتدخل عليها شاهد وبتقول لها عبير ان هي بدأت تحب اخوها لان اخوها ينحب قلت لها ما اتفقناش على كده قلت لها اعمل اينمت وصحيت لقيت نفسي بحبه بعد كده عشان بيجي وبيسأل عبير هي لو ما كانتش متحجبه وجوزها طلب منها تتحجب هتعمل ايه بتقول له طبعا توافق ولازم اسمع كلام جوزي وطيعه وابقى كل كده ليه وشعري بس ما حدش يشوفه غيره هو وبس طبعا بيبقى ممشود جدا برأيها ده وبيفكر في مراته جمان انها عنيدة جدا مش بتسمع الكلام بعد كده بتخرج هودا مع جمان وجمان بتحكيلها على موضوع الحجاب وبتتدايق جدا لكن هودا بتقول لها لو فوز طلب مني كده هتحجب على طول ده بيغير عليك وبيحبك والمفروض انك تسمعي الكلام اسناء وجودهم مع بعض وكانوا رحين يتغدوا بتتصل بيها مونيرة وبتقول لها ان عدنان ابنها تعبان ودرجة حرارته مرتفعة وبتروح بصرع عشان تلحق ابنها وبعد كده بتروح لمامتها وبتقول لها ان الورد بقى كويس وتدوله خافة حرارة وخلاص وبتقول لها ان مونيرة بتعملها معاملة وحشة جدا لكن هايفا امها بتقول لها دي اختي ودي خالتك ولازم تتكلمي عليها كويس ولازم تسمعي كلامها اما بالنسبة لجمان بتروح تزور رزان وبتلاقيها نايمة اول ما بتقوم من النوم بتشوفها مضروبة بتقول لها ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيك كده بتقول لها ان محمد ضربها بتقول لها انها لازم تسيب البيت دلوقتي حانا وتمشي لكن بتقول لها اعمل ايه بناتي انا تقول لها بناتك حيبق معاكي وفي حضنتك انت قاعدة عندك ليه المفروض انك تروحي يلا روحي على بيت ابوكي لكن رزان بتقول لها انها مش هينفع تروح للأسف لانها حامل بيت تصدم طبعا رزان وبتقول لها انت حرة عن مثل مش هقول لحد على اللي حصل ده وان جزك ضربك وبتسيبها وبتمشي محمد بيسلم على جمال لكنها بتعمل وحش وبتسيبه وبتمشي اما محمد فبيجي البيت وبلاقي رزان موجودة فيه ولسه مرحتش الاهلها بيفرح جدا وكان كمان جايب لها هدية دهب بيتدهلها وبيقول لها انه اسف جدا على اللي حصل وانه مش هيقرر موضوع الدرب ده تاني ورزان طبعا بترضى وبتسكت من لايه بعد كده ان منصور بيروح يتقابل مع عبدالله ودي كانت اول مرة طبعا يقابله وبيتكلمه عن ان هو عايز يخطب شاهده وبيقوله ان فيه فرق سن بينكه كبير لكن منصور بيتكلم معاه وبيحاول يقنعه لدرجة ان عبدالله اقتنع جدا بحديثه وبرزانته رغم فرق السن الكبير اللي بينهم لكنه حس فعلا انه انسان واخلاقه عالية وعائل جدا مش متصابي ولا حاجة ويعارفه وعايز ايه بالزبط وعايز يكمل حياته مع شاهد وده اللي هيخليه وافق بعد كده على جواز شاهد من منصور وبيتكلم مع امراضه سعاد وبيقولها ان هو طلع انسان كويس غير المتوقع وان هو موافق على الجوازة دي وبيقعد مع شاهده وبيقولها كمان ان هو موافق ان هي تتجوز منصور لانه طلع انسان كويس جدا بعد كده منلاقي ان ايمان بتتكلم مع هايفة وهايفة بتقولها ان فيه عريس هيتقدم لشاهد وكويس ودكتور فبتفرح جدا ايمان بالخبر ده بينما جومان كانت رايحة علشان خاطر تحضر العشاء مع اهلها وعبدالله بيقولها ااجي معاك وبتقوله طبعا تشرف وتانس بينما بتحصل مشاكل كتيرة جدا بين جومان وهشام وهشام بيبقى متضايق منها جدا ولما بيجيب لها حاجة حلوة علشان خاطر تاكل بتتايق وبتقوله كل انت انا مش عايزة منك حاجة وبتبقى متضايقة منه جدا لانه بسبب غيرته الشديدة عايز يحجبها لكنه مش مقتنع اصلا بموضوع الحجاب ده وهي كمان مش عايزة تتحجب علشان خاطر اوامره وانه سي السيد وبتبقى متضايقة منه جدا اما بالنسبة لهشام فبياخد مخدته بيروح ينام في الصالة وفي مشاكل كتير بينه وبين جومان مراته بالنسبة لمامتو سعيد بتتكلم معاه لكنه بيقول لها مش عايز حد يتدخل بيني وبين مراتي انا اتصرف زي ما انا عايز عبدالله بيصر ان هو يروح مع جومان العشاء وبتقوله تتفضل وتشرف وتانس وبتخص الحلقة على كده وده كان ملخص الحلقة السبعتاشر ومسلسل جومان ياربو ملخص بتاعكم وانعجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو على خير باي باي